سلام عليكم أصدقائي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي صلوا على الحبيب محمد عليه قبل الصلاة والسلام أصدقائي الغليينة كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو دعموا تشجيع لينا وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتم بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرحني ربنا يسعد قلوبكم جميعا بإذن الله لو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة شات فيديوهاتنا على اليوتيوب ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على الزر اشتراك في القناة فقالوا الزر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد بكل اختصار أصدقائي النهاردة هتكلم عن إزاي تجسم أي ملف كبير عندك لعدة أجزاء بحيث لو أنت عايز تنجلو من جهاز لجهاز أو أنك عايز تبدأ ترفع الأجزاء دي على الإنترنت على سبيل المثال لو عندك استوانة ويندوز حجمها 5 جيجا أو 4 جيجا إزاي تجسم استوانة الويندوز دي أو مثلا عندك فيديو حجمه كبير إزاي تجسم الفيديو ده لعدة أجزاء أو مثلا عندك برنامج برضو حجمه كبير إزاي تجسم البرنامج ده لعدة أجزاء يعني نفس الطريقة اللي احنا نستخدمها وتقدر تطباها على أي ملف عندك يكون حجمه كبير أو حجمه صغير عادي لو أنت عايز تجسم أي ملف سواء حجمه كبير أو حجمه صغير نفس الطريقة برضو يعني مش هتختلف ولكن هي الفكرة كلها إزاي تجسم الملف الكبير لعدة أجزاء سواء ويندوز سواء فيديو حجمه كبير سواء لعبها عايز تجسمها لعدة اجزاء وترفعها على الانترنت او لعب عايز تجسمها لعدة اجزاء وتبدأ تنجلها من جهاز لجهاز نفس الخطوات اللي احنا هنعملها دي تقدر تجسم الاجزاء بالاضافة كمان بعد ما بتجسم الاجزاء ازاي تجمع الاجزاء مرة تانية لانه مهم جدا انك انت تعرف ازاي تجسم الحجم الكبير لعدة اجزاء وازاي تعرف تجمع الاجزاء دي مرة تانية وتخليها في ملف فواه طيب اصدقائي كل اللي عليك صديقي ان احنا هنروح على الكمبيوتر بتاعنا عشان نعرف ازاي نجسم الاجزاء بتاعتنا اول حاجة صديقي هندخل على بحث جوجل وندخل على موقع ونرار عشان نحمل اول اداء ان احنا نقدر من خلالها نجسم الملفات الكبيرة لعدة اجزاء طيب كل اللي عليك صديقي بتدخل على بحث جوجل وبتيجي في بحث جوجل وتكتب ونرار او انا هسيب لك الرابط مباشر هتضعط عليه هتبدأ تحمل البرنامج ولكن اعرفك ازاي تحمل البرنامج هندخل على الموقع الرسميще الى شكل ده اللي هسيب لك الرابط من مايو وجود اسفل الفيديو في الوضع كل اللي عليك هنا انك هتضعط علي نور دولود ونرار هتحمل البرنامج عادي سواء اربعة وستون بيت او اتنين وثلاثين بت لو انت عاستي حمل اربعة وستين بتعطينا على دولود ونرار بيئ الشكل ده كما رأينا اصدقائي البرنامج يتحمل معانا بعد ما يتحمل معانا لو احنا دخلنا على الملف اللي احنا هنبدأ نسبته فانت طبعا بتشوف النظام عندك 64 بت ولا 32 بت لو تلاحظ هنا 64 بت فانت كل اللي عليك انك بتغط عليه double click و بتثبته عادي يعني بتبدأ تضغط عليه double click بي الشكل ده عشان تبدأ تسبت برنامج الوررار اللي انت هتقدر من خلاله انك انت تجسم الملفات بتاعتك طيب هنا بتغط على install هنا صديقي بعد كده انك انت بتعلم على كل الخيارات اللي هنا كده احنا سبتنا الوررار بتاعنا لو انت طبعا 32 بت برضو انا هسيب لك النسختين سواء ال 32 بت او 64 بت برضو الرابط هتلاقوها اسفل الفيديو في الوقت لو انت عايز تحمل ال 32 بت من الموقع هنا بتغطي على click here 32 بت يعني فانت هنا بتغطي على download وبتحمل ال 32 بت دي الطريقة اللي انت تقدر تحمل بيها الوررار احنا دلوقتي عندنا استوانة حجمها وليكن 4 جيجا عايزين نجسب الاستوانة بتاعتنا دي لعدة اجزاء 4 جيجا 4 جيجا ونص 5 عشرة على حسب الاستوانة او الملف اللي موجود عندي كل اللي عليك يا صديقي انا هقولك مثال بسيط جدا دي الاستوانة دي اول ما وضعت عليها لو تلاحظ الاستوانة دي حجمها كام حجمها 4 جيجا فاصل 41 حجم الاستوانة دي اصدقاي 4 جيجا فاصل 41 عايز اجسم الاستوانة دي لعدة اجزاء سواء انا هبدأ اخذ الاجزاء دي ارفحها على الانترنت جزء جزء او ان انا ابدأ اوجل الاجزاء بتاعت الملف بتاعي ده لجهاز تاني فانت بتبدأ تجسم اي ملف عندك بنفس الخطوات على سبيل المثال انا عندي الاستوانة بتاعتي وبدأت اجسم نفس الاستوانة دي لعدة اجزاء لو تلاحظ ادي جزء اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا جسمت الملف بتاعي ده الى خمس اجزاء جسمت الملف بتاعي ده لخمس اجزاء طيب جسمته ازاي؟ با دلوقتي يا صديقي بكل بساطة عرفك ازاي تجسم الملفات وبخطوة بسيطة جدا انا دلوقتي وضحت ليك ده الملف بتاعي جبل ما اجسمه وازاي جدرت اجسمه لعدة اجزاء بيه الشكل ده والاجزاء دي مرقمة يعني زي ما شايفين بارت ون يعني الجزء الاول بارت اتنين يعني الجزء التاني بارت تلاتة بارت اربعة بارت خمسة يعني دي اجزاء والاجزاء دي مرقمة ولازم الاجزاء دي تفضل مرقمة زي ما هي علشان لما تيجي ترجع او تجمع الملف بتاعك لملف واحد بس كل اللي عليك انك بتيجي على الملف ده بيه الشكل ده وتبدأ تفك الضغط عنه تغطي على extract here بيبدأ يجمع لك الملفات بتاعتها ولكن ازاي نبدأ بيجسم الملفات طيب بكل اقتصار بتيجي على الملف ده اللي انت عايز تجسمه بتغطي عليك click me بعد كده بتغطي على add to archive بتغطي على add to archive بيه الشكل ده عشان تبدأ تجسمه format بنخليه رار بيه الشكل ده هنا عندنا اللي هو الجو ده بنخليها good بيه الشكل ده او نخليها normal عادي ولكن احنا يفضل انها نخليها good او جيدة وهنا الحجم او الاجزاء بتاعك عايز كل جزء يبقى كام ميجا تمام احنا دلوقت عندنا اربعة جيجا فاصل واحد واربعين لو احنا هنبدأ نجسم الملف بتاعنا مثلا على اربع اجزاء فانت هنا بكل اختصار انت هنا بتحدد انت عايز كل جزء او كل قسم انت هتجسمه كام ميجا انا على سبيل المثال هبدأ احدد الف الف ميجا فبالتالي هو كده الملف بتاعه هتجسم معي الخمس اجزاء فانا على سبيل المثال هبدأ اجسم الملف بتاعه وهنا هكتب الف ميجا بعد كده كل اللي عليك انك بضغط على okay اول ما تعطي على okay يا صديقي بتستنى لحد ما يخلص اول ما بيخلص بيجيب لنا هنا الاجزاء بتاعتنا عندنا دلوقتي خمس اجزاء خمس ملفات اهم كلهم لو جيت افكت ضغط عنهم علشان اجمحهم هيبقوا معي ملف واحد بس فانت كوني عليك صديقي ده الملف الاساسي اللي هو بدأنا نجسمه ودولا الاجزاء بعد ما تم تكسيم الملف بتاعنا بعد ما تم تكسيم الملف بتاعنا بيجي خمس اجزاء ازاي نجمع الاجزاء دي ونخليها ملف واحد زي ما انت شايفين كده الملف ده بكل بساطة بتيجي علي الجزء الاول اللي هو ده بيضغط عليك clicky mean بعد كده extract here بيبدأ هو يفكت ضغط عن الاربعة الباجين علشان يبقوا معايا ملف واحد في الاخر اللي هو الملف ده دي طريقة طب الطريقة التانية ايه انك انت ممكن تحدد على خمس اجزاء بالشكل ده وتيجي عليهم clicky mean وبعد كده بتعط علي extract here برضو هتفكت ضغط عن الخمس اجزاء دولة وفي الاخر هيتطلع علي ملف واحد الطريقة دي معاك والطريقة دي معاك الثاني حاجة عندنا اداة اسمها file splitter كل اللي عليك انك بتعط عليها double click هسيب لك برضو رابط الاداة موجود اسفل الفيديو في الوصف هتحمل الاداة دي وبعد ما تحمل الاداة دي هتبدأ تثبتها عادي بالطريقة العادية next next لحد ما تثبت معاك عادي بعد ما تثبتها بتفتح معاك الاداة دي بالشكل ده واجهة بسيطة جدا عشان تبدأ تستخدم الاداة في عملية التجسيم لو انت عندك عايز تجسم الملفات بتاحتك بتيجي هنا بيقولك اللي هو source file اللي هو الملف اللي انت عايز تجسمه بتيجي بتعط هنا بالشكل ده على سبيل المثال انا عايز اجسم الاسطوان دي اللي هو windows 7 نفس الاسطوان اللي انا عايز اجسمها حجمها كام لو تلاحظ كده حجمها لما تقعف عليها اربعة جيجا فاصل واحد واربعين هي هي نفس الاسطوان بنضغط على او كي بي الشكل ده هنا الاوتبوت الاوتبوت اللي هو المكان اللي انت عايز تستخرج فيه التكسيم الفولدر اللي انت عايز تستخرج فيه الملفات اللي انت هتجسم اللي hirez تسخترو فيه الملفات بتحتك على سبيل المثال انا ممكن اختار protest Där البروجرام بية WE شكل ده واضغط على او كي اعرف المكان اللي انت هتختاره علشان لما مايز نانت تجسم الملفات التكسيم طراعك او نجيدهاة الملفات التجسم ونتجسم الملفات butterflies بقي بصول انا هاتبوت طيب انت هنا عندك طريقتين لكي تجسم الملفة هنا عندك شباك انت اخطر كام جزء عشان تجسم الملف بتاعك يعني الملف بتاعك ده انت عايز تجسمه كام جزء هنا بيقول لك انا ممكن اجسم لك الملف بتاعك لجزء اين وكل جزء هيبقى 2.21 وفيه الطريقة تانية انك انت تيجي هنا تحدد بالميجا انا على سبيل المثال انا عايز كل جزء بتاعي 1000 ميجا زي ما احنا عملنا ايه في الورار او الاداة الاولانية فانت هنا مثلا بتبدأ تيجي هنا تقول له مثلا تجسم لي الملف بتاعي الكبير ده لخمس اجزاء الخمس اجزاء يبقى كل جزء فيهم حجمه 904 ميجا ممكن ان اجلل في الحجم او ممكن ان اخليه 4 اجزاء اربع اجزاء هيبقى الحجم عندي 1.10 من غزة يبقى انا اتحقام فيه عدد الاجزاء وهطان اتحقم فيه حجم الجزء الواحد حجم الجزء الواحد ان انا اجى في الده وحدد ان كل جزء عندي يبقى 1000 ميجا هو بقى هيقول لك لو انت عايز تجسمه لألف ميجا كل جزء يعني هقول لك هنا انه هو فيه عندك خمسة يبقى كده هيجسمه لك لخمس اجزاء تمام في الطريقة دي معاك والطريقة دي معاك انا عاسمين مثال ممكن اخليه لجزءين بيء الشكل ده وانا اخترت المكان اللي انا هستخرج فيه بعد كده كل اللي عليك انك بضعط هنا وبتضعط على اوكي هتبدأ عملية تكسيم الملفات بتاعته زي ما شايفين هنا اصدقائي جاب لنا اللي هو الاسبليتنج وساكسسفول يعني تم تكسيم الملفات برجاع كل اللي عليك انك بضعط على اوكي طيب المكان اللي احنا ضايفين فيه الملفات او عملنا انه هو يستخرج لنا الملفات المجسمة دي تبقى فين طيب احنا جسمناها خلنا في الدولود في البروجرام هنا عندي جسئين اهو الجسئ الاول والجسئ التاني لو تلاحظ هما الاتنين عربات حجمهم 4.41 جيجا هي هي نفس حجم الاستوانة الاصلية طيب ازاي نجمع الملفين دولة مع بعض وكل اختصار هقولك تجمعهم ازاي انت بتستخدم نفس الاداة نفس الاداة اللي انت جسمت بيها تقدر ترجع التكسيم بتاعك عشان يبقوا في ملف واحد بتيجي هنا صديقة على الاداة مرة تانية وبتيجي على المرج بي الشكل ده هنا بتضعط على الزائد دي اهو البلص ده بي الشكل ده او الاد بتختار المكان اللي انت مجسم فيه انا عندي طبعا هنا في بوس اين هنا بيقولك اختار اول جزء وباجي الاجزاء هتختارهم او هيدخلوا الاداة او البناج بشكل اوتوماتيك انا اختار اول جزء بي الشكل ده اهو هيبدأ يضيفلي الجزء التاني يبقى هو كده اضافلي اثنين جيجا فاصل واحد وعشرين واثنين جيجا فاصل واحد وعشرين لو جمعناهم على بعض هيبقى حجم الاستوانة كاملة اللي هي اربعة جيجا فاصل واحد واربعين بكل اختصار برضو هنا قبل ما تعمل تجميع هنا برضو بيقولك المكان اللي انت عايز تجمع فيه هنا عايز تخلي التجميع بتاعتك في نفس الفلدر في نفس الفلدر يجمع لك خلاص انا ممكن اختار نفس الفلدر واضغط على system بقى هو كده يبدأ يجمع لي الملفات بتاحتي بالنفس الفلدر اللي انا مجسم فيه او في الاجزاء بتاعتي بعد كده بضغط على merge بيبدأ يجمع لي الاجزاء بتاعتي بكل اختصار دي هي الطريقتين اللي انت تقدر من خلالهم انك انت تجسم الملفات الكبيرة وتقدر تجمعها وتقدر تنجلها من جهاز لجهاز وبرضو تقدر تعمل لها تجميع وتبدأ تستخدمها كأنها ملف واحد الطريقة دي بتنفح في الملفات الكبيرة زي الألعاب مثلا لعبة حجمها 50 جيجا أو لعبة حجمها 100 جيجا بتبدأ تجسم الأجزاء بتحتك لعندة أجزاء وبتبدأ تنجلها من جهاز للتاني وبتبدأ تجمعها بنفس الخطوات ونفس الطريقتين اللي أنا وضحتهم ليك في الفيديو فأتمنى صديقي إن أنا أكون جدرت أفتكم في الفيديو معاكم في توضيح إزاي تجسم الملفات وإزاي تجمعها ولو فيها أي سفسرات اكتبوها من خلال التعليقات فده يا أصدقاء بكل اختصار الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى أصدقاء أن يكون الفيديونا اللي أعجابكم في النهاية أصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو ودعم وتشجيع لينا وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي أنتو بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرحني لو لسا أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهد فيديوهاتنا على اليوتيوب ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وانتوزونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة